ترجمة نانسي قنقر استراتيجية محددة المعايير وبأسلوم احترافي وفقا لإعلام مؤشرات الجودة والتميز وخلال زيارة وفد من المؤسسة لدار رعاية الأطفال في العاصمة الأردنية عمان اطلع الوفد على الخدمات التي تقدمها الدار لهذه الفئة من الأطفال الأيتام وضحايا التفكك الأسري والعنف والمتمثلة بخدمات الإيواء كالطعام واللباس والمبيت والصحة والتعليم في مدارس خاصة للنهوض بسويتها من النواحي الاجتماعية والتعليمية والفكرية والنفسية والثقافية والصحية وخلال الجولة في أقسام الدار تبادل الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الحديثة مع الأطفال بشأن الخدمات المقدمة مثنيا على مستوى الخدمات المقدمة لهم من خلال العمل على تأهيلهم ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل ترجمة نانسي قنقر